نروح بقى للزمالك والمفارقة نقطة قوة الزمالك وابناء للهجمات من خلال التشانلز اللي شرحناه الحلقة اللي فاتت يا كريم او ازاي بفك الضغط لان الزمالك خطته دفاعية في المقام الاول الخمسة ثلاثة اثنين حتى لما بتتحول لتلاثة خمسة اثنين هي خطة دفاعية ومهمها الدفاعية اكبر فهو عايز بقى اللي عدد من اللاعبين يقدر يستغل ويه كاريت او يخلق المساحة فبيخلق المساحة اذا كانت المساحة مخل وقال وجهزة فما بالك بقى لما فرقة زي سيراميكا كان بترجع بتسعة تحت الكورة وكانت بتكرية المساحة فرقة زي اسموحة كان بتضغط وكان بترجع تحت الكورة بتمانية وكانوا بتضربوا فنجيب اللقطة الهدف بتاع الزمالك في مباراة سيراميكا ونشوف الزمالك كاريت مساحة مش موجودة فما بالك بكل هذه المساحة اللي هي نقطة قوة عند الزمالك هيستغلها ازاي لو الاهلي لعب بنفس الطريقة وأخطأ نفس الأخطاء بمنتهى البساطة هيقدر يضربوا خط وسط النادل لا ارجع واحد 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 ارجع 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 ده الجوم بتاعلى قد طلاط من الأول طيب تعال نرجع من الأول لو سمعت تحرك مسالي بيت بس بس وقفل هنا وقفل هنا قبل ما البص يطلع يا ماشي فريم كمان فريم كمان فريم واحد بس 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 وقفل أولا إمام عشور لعب مركز تمانية بيتحرك في الاسبيس أوتوماتيك دي عملها في مباراة الأهلي 2-1 عملها في مباراة في مباراة سراميكا في الشوط التاني من مباراة سموحة لأنه ما كانش بيلعب وكان مستبعد كان أول شوط يشارك فيه كان الشوط تاني من مباراة سموحة عملها في مباراة سموحة عملها في مباراة سراميكا إذن هو نمط بيتحرك في الاسبيس عدي لي بقى كامل عيد بقى من سراميكا اتنين اربعة ستة تمانية تسعة تسعة لعبين تحت الكرة والمساحة تخلقت وتم التسجيل منها كميلها بقى على سرعتها في حاجة برضو يا جمال شايف الرجل زكريا الواردي واخد مين معايا عشان يفتح المسافة تحت خالص ما هو طبيعي يبقى مكانه حتى لو مش هو لأنه طالع مكمل مكان أحمد فتوح فطبيعي لو هو لو هو مش موجود وإمام اللي تحت وزيز وهو اللي مكان إمام هيبقى أحمد فتوح هو اللي هنا في اللفت هو بيغير مش مهم مين اللي بيعمل الباص او مش مهم اللي بيعمل أسست هو مهم الحركة بتاعت اللعيب يا إمام أحمد سيد زيزو يا إمام عشور تحديدا هم اللي بتحركوا في اللي سبيس دي كميلها بقى على سرعتها وبعدين نجيب اللقطة التنايب بتاعت السموحة نفس الطريقة جول رغم كل التسعة اللي وقفين تحت الكور نرجع بقى تاني لسموحة اللقطة اللي بعدها على طول نجيب الجول بتاعت السموحة بس برضو من أوله كده عشان عايز اللقطة بس مش عايز فارق معي الهدف عايز جيب اللقطة بعض Indonesia ونفس التحرك بنفس النمط لقطة من الماضي الثاني لقطة من ماضي زا مالك ل 어느 somewhat نفس القصة أحمد فاتوح تدخل العائب بمركز 8 او بتلاقل رحمة سيد زيزو يروح يبتح الملعب علشان يخش اللعبي اللي بيبنترات بس وقف لي هنا وقف لي هنا قادي الوقفة بتاعة فرقة آآ آآ سموح وقفين باربع في الخط الخلفي البنتريشن في الكرة الاولانية كان ما بين الظهير الايمن وقلب الدفاع ناحية اليمين الاختراق هنا ما بين الظهير الايمن خالد عبدالفتاح وقلب الدفاع اللي ناحية المين احمد عبدالحك بنفس الطريقة الباص بنتريشن في المساحة كريات اللي تشانت. بس. ماشي اللعبة. بس. بس. الرجل خط في المساحة. وحط الكرة. بس. فهنا بنقول حاجة بمطالب بساطة. انه على النادي الاهلي غلق كل هذه المساحات. لان زمالك مش محتاج كل هذه المساحات كان يسجل في مرمى الاهلي. دي نقطة الضعف الاكبر في النادي الاهلي. اذا استغلها النادي الزمالك الامور تبقى سهل عليه كده.